بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة الحلقة التالتة ولسه 27 حلقة ان شاء الله والاخوان مش عارفين كلهم يعملوا ايه يعني لقوا الشاطر صوت وصورة بديع صوت وصورة مرسي قاعد كده يعني زي الكرسي وسط الشاطر وسط بديع ولقوا النهاردة ابو الفتوح يقل له منظور لعبد المنعم وابو الفتوح وعبد المنعم وابو الفتوح ده رأس الافعة عندك الشيطان خارط الشاطر ورأس الافعة عبد المنعم وابو الفتوح اخطر قيادي في جماعة الاخوان ده اللي فيهم اللي هو تقدر تقول عليه بيفهم شويتين ابو الفتوح عشان بس حكاية يعني بدايتو عمل الجماعة الاسلامية كان واحد من أساسه الجماعة الاسلامية في بداية السبعينيات ده ابو الفتوح عبد المنعم وفتوح ثم بعد ذلك الجماعة عملت عمليات وارهاب وغير وغيره وعبد المنعم موجود في الجماعة الاسلامية بعد ذلك عبد المنعم هو العريان وابو العلا ومعهم حد من اسكندرية اسمه الزعفراني ابراهيم الزعفراني ومعهم حد رابع قرروا ينضموا لجماعة الاخوان فانضم ابو الفتوح الى جماعة الاخوان واصبح عبد المنعم عنصر فاعل جدا في هذه الجماعة طبعا مش يعني قيادي مؤسر بيسافر في التحدي الأطباء العرب ونقابة الأطباء في مصر يروح أفغانستان يروح بشاور يروح لندن يروح دول إفريقية يروح يعمل العمليات بتاعة التنظيم يسافر بناء على تكليف من التنظيم واشتغل مفتوح في هذا الملف اللي هو العمل التنظيمي لجماعة الاخوان الارهابية وعدت الأيام ومرت الأيام وابو الفتوح يتقبض عليه مرات كثيرة جدا ويبلغ عن زميله ويبلغ عن اجتماعات وانا مبارح لما كنت بتكلم على عنصر بعينه في اجتماع المعادة بتاع مجلس شر كنت تقصد عبد المنعم وفتوح شان بس حاكسب وعارفين يعني زي زي الشاطر ما الشاطر كان بيبلغ كلهم بيبلغوا على بعض فابو الفتوح حضرتك يجوى تقولك أنا سبت الإخوان وبالفتوح لم يترك الإخوان لحظة واحدة حتى هذه لحظة أنا بكلمك عليها رغم 2009 حصل انتخابات وزوروا ومشى بالفتوح ولكن لم ينشق عن الإخوان ما قالش إن أنا سبت الإخوان ما قالكش إن أنا كتنظيم دايما نقولك الإمام حسن طالما قالك الإمام خلاص كل سنة وانت طيب الموضوع خلص إذا قالك البنة ده هو المؤسس الإرهابي واللي عامل التنظيم الخاص الإرهاب واللي اغتاله الناس يبقى ده انتشق انشقك لكن طالما يقولك الإمام وحسن البنة خلاص ده عنصر قيادي مهم وبالفتوح حتى اللحظة اللي أنا بكلمك هو في السجن دلوقتي القيادي المهم في الجماعة طلع بعد كده بفتوح قالك الجماعة دي أنا نازل انتخابات ونزل انتخابات الرئاسة حضرتكم فاكرين الحكاية وكان لي يعني وطلع مناظرة مع عمرو موسى وقعدوا في الوقت ده الوقت اللي احنا متذكرينه جيدا جمع الإخوان قالك هم الفتوح وناخد موقف من عبدنا مفتوح هاخد موقف ازاي ده الراجل بتاعنا آه بس مش هدينه انتخابات محمد مرسي طب هو لما عمل حملته انتخابية كان مين معاه قيادات وعناصف الإخوان مع ستة إبريل مع شراكين سوريين مع يسار عمل يعني لدرجة في بعض الناس في الإعلام اللي شغالين النهاردة بيطلعوا على الشاشات كانوا في حملة عبد منعم أبو الفتوح بيشتغلوا حد النهاردة وانا بكلمك دلوقتي كانوا في حملة أبو الفتوح بيوجهوا أبو الفتوح ودعم أبو الفتوح وابو الفتوح الراجل المستنير وعبد المنعم اللي هيعمل طلع عبو الفتوح سورة تلاتين ستة وقالك مش معترف وبيان تلاتة يوليو مش معترف واطلق ما اطلق عليه من يعني الهراء بتاع أبو الفتوح كعادل جماعة الإخوان الإرهابية وطلع يدافع عن الإخوان ويقولك أنا لا يمكن دفيه معادي يتكلم ويعيط وخيرة الشاطر حبيبي وبديع حبيبي إزاي أسيب الإخوان مين اللي قال أسيب روحي وأسيب حياتي يعني مش معقول أسيب حياتي يا جماعة طب انت كنت بتكذب عن الناس وانت بتقولهم ان أنا الإخوان وخلاص ما بقيتش إخواني وجاي النهاردة المفاجأة المدوية اليوم هذا التسليب الذي يعرض لأول مرة تسليب بيقولك إيه حضرتك عبد المنع أبو الفتوح بيقول للجيش خلوا بالكم من الإخوان أبو الفتوح الإخواني القيادي الخطير بيحذر القوات المسلحة يا جماعة مصر ما تسيبوش مصر للإخوان ما ينفعش تسيبوها للإخوان ده مين اللي بيقول عبد المنع أبو الفتوح صوت وصورة يحذر خطر الإخوان على الدولة المصرية وعلى الشعب المصر وعلى المؤسسة العسكرية ده مش أنا اللي بقول ده اللي بيقول الرجل بتاحهم اللي هو قيادي مهم عندهم اللي عمرهم بالمناسبة ما شتموه حتى لما سبهم ما شتموهوش لأنه كان له دور يطلع برة ويتكلم في الإعلام الدولي ويخاطب مش عارف إيه وعمل لقاءات خارجية كثيرة جدا وغير وغيره وله دور عبد المنع مفتوح ولكن المفاجأة النهاردة المفاجأة اللي قدام حضرتك اللي أنا سمحها لك قادي الصورة قدامك وعايز أقول لكم طبعا بسم الله ما شاء الله يعني طيب هو بيقول لك إيه النهاردة ماذا قال أبو الفتوح مفاجأة أبو الفتوح لجماعة الإخوان الإرهابية بيقول لهم إيه بيقول لقوات المسلحة إيه طال نسمع أبو الفتوح وعشان نشوف كمان الوجه الآخر لرأس الأفعة عبد المنعم أبو الفتوح ولكن صدق تماما صوت وصورة وعايز أقول لكم التصوير دقيق جدا والكاميرات ثابتة ومتظبطة وحاجة عظيمة جدا يعني عشان يطلع في يوم الأيام زي النهاردة في تلاتة رمضان أربعة إبريل عشرين اتنين وعشرين يظهر عبد المنعم أبو الفتوح لأول مرة في هذا التصريب بيقول للجيش ده أنا أنتخب كنتو ومنتخبش الإخوان ده أنا صوتي لأي حد إن الجيش حتى لو مشير طلطوي وصوتي مروحش للإخوان يا نهارة بياض إيه العظمة دي إيه الجمال ده ده اللي بيقول كده مين عبد المنعم أبو الفتوح عايز أقول لحضراتكم عبد المنعم آآ آآ يعني طب ممكن نشوفه بعدين نعرف إيه الحكاية اسمعوا ماذا قال أبو الفتوح اليوم في لأول مرة صوت وصورة بيتكلم عن قوات المسلحة والجيش لازم يقلق من سيطرة الإخوان على البلد بيقول لهم كده هتسمعوا دلوقتي وبقول لهم أي حد يخايف على البلد لازم يقلق من سيطرة الإخوان وإحنا بالمناسبة الجيش وإحنا والناس وإحنا كنا فعلا وقال لن منك وقال لن منهم طبعا والجيش كان لسه منتظر نصيحة من أبو الفتوح ينهر بيض اسمع أبو الفتوح لو من غير ما يفكر هيدي مين صوته لأي حد من قوات المسلحة بما فيهم المشير تنطوي قال لك من غير ما يفكر ده اللي بيتكلم مين عب منها المفتوح طب مال طلعت بعد ثلاثة سبعة وعملت وقلت وكلام ده إيه الحكاية ولكن هنا الخطر الكلام المهم اللي قاله بفتوح النهاردة أو اللي يظهر لأول مرة النهاردة صوت وصورة يحذر من خطر جماعة الإخوان اللي الراجل بقاله أربعين سنة خمسين سنة داخل جماعة الإخوان تاريخه كله داخل جماعة الإخوان معادة الجزء كم سنة اللي في الأول كده جماعة السلامية ثم بعد ذلك الإخوان موجود في هذه الجماعة منذ سبعة وتمانين عبد المنعم أبو الفتوح انضم لجماعة الإخوان الإرهابية منذ عام سبعة وتمانين طوال هذا التاريخ أبو الفتوح النهاردة شاف إن الإخوان هم خطر على مصر وعلى القوات المسلحة أن يكون عندها قلق عن وجود الإخوان وسيطارة الإخوان على الدولة المصرية قال لهم كده الألأ أنا بقول إنه الجيش لازم يقلق ولازم الجيش يقلق من سيطارة الإخوان على البلد وأي واحد بيخاف على البلد لازم هو الآن إن الإخوان بيسيطروا على مصر وقال لو خيروني ما بين الإخوان وما بين الجيش بدون تفكير هنتخب مرشح قوات المسلحة حتى لو كان المشير تنطاوي الذي يتحدث عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية القيادي المهم في الجماعة هو الذي يتحدث شاف إنه فيه خطر إنه فيه خطورة خايف خايف على مصر وخايف إنه الإخوان يفضلوا مسيطرين ده كلامه بفتوح معه زي ما حاكوا شايفين صوت وصورة وزي ما بقول لكم كلها تسجيل صوت وصورة بسم الله ما شاء الله يعني حاجة مهمة أوي الرأي العام لازم يعرف وأهم كمان المهم كمان الناس لازم تبقى عارفة من حق المواطن وحق الشعب إنه يعرف بلده كانت راحة فين عشان كده الاختيار بلدك كانت راحة فين وقادي شهادة عبد المنعم أبو الفتوح يبقى اللي إحنا عملناه كلنا في ثورتنا العظيمة والأعظم والأهم اللي ما فيه زيها في التاريخ كان عندنا حق لما نزلنا لأن إحنا خفنا على بلدنا وكنا خايفين على بلدنا وإقنقنا على بلدنا وشفنا بلدنا راحة فين فعشان كده نزلنا وعشان كده جيشنا العظيمة نحزلنا وعشان كده كان كلمة الإنقاذ في بيان ثلاثة يوليو يبقى اللي إحنا عملناه عن حق وبالفتوح أول مرة أسمع عبد المنعم بيقول كلام صحيح وأول مرة عبد المنعم يتكلم بدقة وأول مرة أحس أنه عبد المنعم ما كانش بيكذب كان بيقول بصدق من جواه لأنه هو شايف لأنه هو إخواني فشايف خطر الإخوان على مصر وبالتالي خايف تاني بقول لأنه عبد المنعم الكلام ده إمتى كان خلاص عبد المنعم مش بعد الترشيح ومش موجود وخايف اللي قدام حضراتكم وبالتالي الجيش هي القوات المسلحة الملازل آمن لأي حد يخاف على بلده يبص قدامه أين القوات المسلحة تبص عليها كده وتقف انتباه وتحية وتعظيم سلام لجيشك العظيم ده يزم تعمل حكاية دي على طول عم بينا عفتوه النهاردة وبيقول لك الإخوان خطر ما تسيبوش بلد الإخوان لو خيروني أن تخب مين بدون مفكر يعني بدون تفكير مرشح القوات المسلحة حتى لو نشير تنطاوي ده كلام عبد المنعم بفتوه قد يكون صادم لكل الإخوان كالعادة وانا قلت الإخوان دي تالت حلقة طب انت كل يوم هتبكي كل يوم هتعيب وكل يوم هتعودوا تندبوا وتعملوا سكريبت كده متوزع عليكم اللي جان بتاعتكم اللي قاعدة صهرانة ليل ونهار تقعد تكتب حاجة واحدة بس حاجة تكتب وبعدين تتريمي كده تتوزع ينزلوا بيها اللجان على مرسي وعلى الشاطر وعلى وعلى وبعد من شوية هوريها لكم ولكن تعالوا شوفوا الراجل اللي خايف على مصر من الإخوان كان بيقول يا على الإخوان اعرف من هو عبد المنعم وفتوح في الاتنين كان هنا بيقول يا قوات يا مسلحة خلوا بالكو ما تسموش البلد للإخوان يا قوات مسلحة خلوا بالكو لو حد ترشح منكو أنا صوت ليكو بدون أي تفكير حتى لو المشكل تنطاوي طب قال لنا ايه عبد المنعم وفتوح قبل كده كان بتكلم على الإخوان ايه يشايفهم ازاي مين هو عبد المنعم اللي كان بتكلم دلوقتي ولا عبد المنعم اللي هيتكلم دلوقتي نسمع عبد المنعم أبو الفتوح الوجه الحقيقي له بسوب الإخوان القيادي الإخواني التنظيمي الخطير رأس الأفعى هو عبد المنعم أبو الفتوح اسمعوا حقيقي التاني كان عبد المنعم المزيف أو المزور او الكاذب زي الاخوان اخوان كاذبون معوضوع معروف تاريخيا طبعا وبتلعب منعم في موقف انه اتكلم بهذه الطريقة ولكن في موقف اخر موقف مختلفة انا اخوان انا ما بسيبش الاخوان اسيب ازاي هذه الجماعة اسيب حبايب والشطر والعريان وبديع والناس اللي تسجلت معهم واللي خرجت معهم واللي قاعد معهم واللي بقى اكل معهم ازاي اسيب الفكرة نفسها فكرة الاخوان دول الناس طب اللي بتكلم على الاخوان وعلى وطنيت الاخوان طب انت الان منهم ليه انهم استولوا على مصر يعني وانت قاعد بتكلم وتقول قوات المسلحة الحقوا مينفعش الاخوان يسيطروا على مصر لازم تبقى الانين ولازم تاخدوا موقف طب الناس الوطنيين عبنع مفتوح من وجهة نظريه قالك لو خيرون ما بين اخوان والجيش انا هنتيخب مرشح قوات المسلحة يعني الاخوان مش وطنيين طبيعا مش وطنيين بالعكس خوانة عبنع مفتوح ده الوجه الاخر او الوجه الحقيقي لعب منعم وهو يتحدث عن الاخوان ويتحدث عن تاريخه في جماعة الاخوان وعلاقته بجماعة الاخوان ده عبد المنع مفتوح الاخر عبد المنعم لما بيتكلم النهاردة ويوضح هو الاخوان اخبرهم ايه لما سيطروا على مصر كان بيتكلم مع مش عارفين بيتكلم مع مين ولكن واضح طبعا من الكلام وانا مرة سمعتكم عبد المنعم وهو بيتحدث عن الاخوان وهو بيتكلم على مش هسيب ناسي وأهلي وأي حد من الإخوان نموذج الوطنية طيب وده بيتي وأنا خادم في هذا البيت وانتمائي للإخوان وعلقتي الإخوان ومعجون بالإخوان وبكل حاجة إخوان إحنا عارفين الحكاية دي قلنا عمرنا ما قلناك إنك تركت الإخوان عمرنا أنا عمري في كتاباتي ولا في كلامي عمري من ساعة ما كتبت عن الإخوان في بداية التسعينات كان أول شغل ليه بداية التسعينات عن الإخوان أول كلام كان قضية سلسبيل قضية سلسبيل سنة 92 ده كان أول كتابات ليه عن الإخوان ومنذ هذا التاريخ أصبح هذا ملف بالنسبة لي ملف مهم مع باقي الملفات يعني فتنين وتسعين كنا فيه كان وقتها اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية كان قبلها بتلت سنين أربع سنين حصل هروب من سجن ليمان تورا مجموعة من قيادات اللي اغتالوا الرئيس ساداك عصم الإيمري وخميس مسلم ومحمد الأصواني تلاتة كانوا هربوا من ليمان تورا فبعد كده الدولة خدت قرار أنها لازم تعمل سجن شديد الحراسة فعملوا سجن وتم افتتاحه في اتنين وتسعين فكنا موجودين معزير الداخلية وبيفتتح هذا السجن اللي هو أطلقوا عليه بعد كده السجن العقرب ده هو السجن الشديد الحراسة بعد الافتتاحات فوزير الداخلية صحفي اللي موجودين والناس اللي موجودين مرسلين وكله عمل مؤتمر صحفي وقال إن أنا بكشف لكم النهاردة عن تنظيم عن خطة لقلب نظام الحكم كلام ده إمتى؟ اتنين وتسعين وقعد وزير الداخلية يشرح وقال أمن الدولة وجهاز بحث أمن الدولة مسك النهاردة تنظيم أو سلسبيل سلسبيل ده كان مكتب بتاع الإخوان في مصر جديدة مكتب كمبيوتر وكان خيرت شاطر وحسن مالك لقوا على أكس كمبيوتر خطة عنوانها التمكين عشان نيجي النهاردة لعنوان حلقة النهاردة أو عنوان اختيار النهاردة الأخوانة الدولة بدأ من الخطة دي اللي قدامكو دي دي الخطة خطة التمكين اللي تمسكت في عندي خيرت الشاطر سنة إثنين وتسعين وده خط خيرت الشاطر اللي قدامكو ده ده خط خيرت الشاطر خيرة خطة التمكين اللي هي اخوانة الدولة بصوا من امتى حضراتكم وتشوفوا عامل ايه خيرة الشاطر والترتيبات و 13 صفحة في الوسكاب دي خطة تمكين محددين ودي كانت اخطر وثيقة خاصة بجماعة الاخوان الارهابية ازاي تستولع الحكم القيام بانقلاب وكاتب خيرة الشاطر كده ازاي نستعد ان احنا نتحمل نمتلك القدرة على ادارة الدولة بكلمك من 92 مش بكلمك في 22 النهاردة المسلسل لاختيار عنوانه اخوانة الدولة وهكلمكم ولكن هنبدأ من ده يعني هنبدأ من من اللي قدامكم خطة التمكين دي كان بيتكلم ازاي ان احنا تغلغوا للجماعة في قطاعات العمال والمهندسين والفئات الشعبية ورجال الاعمال والطلبة والمهنيين دي كانت الخطة وعملوا ده خلي بالك يعني ده اتعمل بجد مش متعملش اتعمل وحطين طبعا بعد كده ضمن الخطة انه ازاي سيطروا على مقاليد الحكم موجود ومكتوب في هذه الخطة خطة التمكين بتاعة الارهابي خيرة الشاطر لما تيجي تشوف الكلام ده النهاردة النهاردة اخوانة الدولة ده عنوان حلقة الاختيار النهاردة صح ده العنوان جاية منين من التمكين اللي خطة التمكين الاخوان لما بدأوا الحكم سنة السوداء اللي احنا عشناها في ايامهم السوداء على دماغهم سبعة وثلاثين وزارة اخوان سبعة وعشر محافظة اخوان ممكن يدي حزب النور يعني محافظ ولا اتنين ولا مقعد ولا اتنين وجماعة السلامية ديهم واحد يرضيهم كده زي ما عملوا المحافظ وادوه لقصر والدنيا تقلبت عليه محافظ جماعة السلامية متهم في اغتيالات وفي جرائم ارهابية حصلت وقتل السياح وادوه محافظ لقصر يعني شيء خارج عقول البشرية يعني يعمل كده واحد ما عندوش حتى مخ مش مخ مش بناء ادم اصلا وادو الوزارات وخد الوزارات بالكامل وكلها حتى الوزارات كان فيه وزارتين اديهم لحزب النور وبعدين صعب عليهم قال لهم ما ندي حزب النور وزارتين كان وزارة بتاع الشؤون النيابية وادوها الودن اسمه هربان دي اسمه محسوب ووزارة تانية القوة العاملة اديوها للجدع اسمه خالد الازهاري بعد ما كانوا مديين مديين حزب النور وزارتين من السبعة وثلاثين قال لك لا حزب النور ايه مش هنديله حاجة حتى في بعض الوزارات مش عارفين يعملوا في ايه فيبقى الوزير ممكن يجيب عشان يراضي ايه جاب مثلا مونير فاخر عبدالنور مثلا ايه جاب مش عارف مين فتحت مونير يحط لك اتنين ثلاثة من النواب بتوعه اخوان يروح وزارات تانية بتروله ولا ايه حط اخوان وزارات تالتة مش عارف اتصالات ولا ايه حط اخوان يعني بحيث يبقى الوزير وزير بس الكل اللي تحتيه اخوان وبعد فترة هيمشي ده ويبقى كله اخوانه دي اخوانة الدولة دخلوا على ايه عقوات مسلحة وكان الصدام بس الصدام ايه برزوقوا لاحتراموا الراحة كده المرشد محمد بديع يلتقي الفريق اول عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع رايح بديع عشان ايه احنا عايزين نعمل توأمة فاكرين الشطر مبارح والنهاردة بديع فنعمل كمان اخوانة للجيش ما لازم جيش ما لازم الاخوان يدخلوا قوات المسلحة وكان الرد العبقري ما فيش اخوان في الجيش فيش لا اخوان ولا سلام ما فيش الجيش ده جيش مصر جيش الشعب والفنان ياسر جلال مش عارف انا اعمل ايه او اي حد بصراحة العبقرية في الاداء والصوت الناس يا جماعة ياسر جلال عمل الدور بمنتهى القوة وزي ان بقول كده قدرة كبيرة جدا انه يؤدي الدور يعني مش عايز اقول قدي ايه ولكن حضرتك لما بتشوف الكلام الحركات اللبس طريقة الماشي القعدة البصة الطبقة الصوت ينهر ابيض على الصوت يعني لا يمكن ازاي ياسر جلال عملته عايز اقول ده ربما يكون وهو بالفعل كده اهم دور بيؤديه الفنان ياسر جلال اللي انا بحييه تاني يعني كل يوم بحييه لازم حييه لانه زيان بقول كده حطينا في كلنا في 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 مجرى بالضبط يعني مش ان انت بتقدي لا لا ده انت عب عزيز مخيون كمان محمد بديع محمد هو محمد بديع يعني هاتل اتنين هات صورة بديع وعب عزيز مخيون وكلامه يعني ايه الشغل اللي حصل ده ايه اللي عملوا بترميمي ده ايه اللي عملوا كلهم النجوم دون شيء بجد يعني انت تقدير كبير جدا ده احنا لسه بنتكلم عن تالت حلقة ده لسه اللي جاي ده لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم حلقة الاولى والتانية والتالتة واخدنا معاهم بهذه القوة وبهذه الملحمة شايف حضرتك شايف الرئيس ما بيتكلم هو بالضبط كده بالضبط شايف الحركات نفسها الاشارات نفسها الرئيس بيتكلم بهدوء ولما بيط يعني بقى فيه صوت اعلى بيبقى واضح يعني ولكن تعالوا نسمع هذا الحوار الحوار ده كاشف عن ايه كيف هو جهه الرئيس عبد الفتاح السيسي اخوانة او مطالب جماعة الاخوان الارهابية عشان يدخلوا عناصر منه في الجيش نسمع الحوار الكاشف وهو حوار كاشف ومهم وبيؤكد حقائق في غاية الاهمية للناس وللشعب ازاي الدولة ورجالها حفظوا على مؤسستها وبيحفظوا عليها حصل ده حصل ده حوار حقيقي اه حوار حقيقة حصل مفيش حاجة في هذا المسلسل مفبركة مفيش حاجة في هذا المسلسل تم اضافتها عشان تغطي لا ده انت عندك احداث كتيرة جدا فانت مش محتاج تضيف انت بس بتقول حقائق ما جراء عشان نعرف البلد الى اين كانت مصر رايحة على فين اسمعوا عشان ده الحوار ده ما بين المرشد والفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المرشد رايح عشان عايزين نأخن قوات المسلحة قوات المسلحة بتاعتنا بتاعت الشعب المصري الاخوانا عايزينها ماذا جراء نشوف السلام عالكلام هو ده هي دي الرسالة جيش وطني وبس مش تابع حد ودي عظمة القوات المسلحة المصرية مختلف عن جيش كتير بالمناسب من غير ما نقعد نتكلم ونسمي بعض الجيوش لكن الجيش المصري جيش وطني جيش الشعب مش تابع حد ولاقوا زي ما قال سيادة الرئيس لله وللوطن مش حاجة تانية قال له بس احنا اللي بديوحكم وهو المرشد بقى قال له بتحكم الرئيس اللي بيحكم بيحكم الشعب مش جماعة طبعا الولاء بيكون هنا لمين محمد مرشي ولاءه لمين محمد بديع ولاءه لمين ولما الحوار اللي دار انه ليه بتتدخله قال له كده فريق قوله عفتاح سيسي بيقول للمرشد محمد بديع بيقول له ليه بتتدخله الشاطر والبلتاجي والوقت ده كان معروف الشاطر بيروح يتكلم فيه الداخلية مع جهاز امن الوطني والبلتاجي بتتكلم مع جهزة المعلومات الاخرى محابرات او غيرها بيدخلوا وبيطلبوا طلبات يبقوا انت النهاردة عايز ايه قال له انا راجل لا بكتب ولا بلف ولا بدور احنا عندنا الامور واضحة ده كان بداية انه عايزين نجس نبض قائد قوات المسلحة قائد العامل قوات المسلحة وزير الدفاع بالنسبة لنا احنا هندخل الجيش ولا مش هندخل قال له من ايام اغتيال رئيس اداد مفيش حاجة اسمها كده خلص في قرار اتاخد مفيش حد هيدخل مش عايزين يبقى فيه طائفية داخل القوات المسلحة ولا فيه فرق داخل القوات المسلحة جيش جيش الشعب قوات المسلحة بعيدة عن اي تواجهات وده عظمة القوات المسلحة ولكن تاني يا مشاهد يا كريم يا ناس يا محترمين اعرفوا لانه المسلسل بقول لحضراتكم كيف ادارة الدولة ومؤسستها والجيش وكل مؤسست دولة ما جرى خلال هذه السنة وزير الدفاع بيقول لمرشد الاخوان بيقول له انه كل اجيس الدولة بتتعامل مع رئيس الجمهورية يعني محدش بيمنع عنه معلومات بيبعتونه المعلومات بس هم كانوا حرصين على هذه المعلومات ولا لا كلنا عارفين وعرفنا اللي اتعامل قبل كده والقضايا وغيرها وغيرها فللأسف كمان لازم لو بعارفين الخطر هما استخدامل كان ليهم رسالة هو انت لو انت مواطن مصري حقيقي بتحب بلدك لو انت طبيعي مش بتاع الجماعة مش بتكره مصر ما كان زمانك موجود في الجيش طب ليه انت مش موجود في الجيش او موجود في جسد الدولة كلها ليه مش موجود لانك مش مصري إنك خاين إنك جماعتك لها الأولوية وليس مصر لها الأولوية إنك تبيع أي شيء يعني ممكن لو أنت في مكان ومكان مهم الأسرار اللي هنا توديها للجماعة الجماعة تهمك قبل الجيش وقبل المخابرات وقبل الأمن الوطن وقبل الحربية وقبل الرقابة وقبل أي مؤسسة عندك الجماعة ولا أكل الجماعة مش ولا أكل البلد ولا ولا أكل مصر عمره ما كان حد فيه عند ولاء للدولة او للوطن الولاء رقم واحد واثنين وعشرة الجماع عشان كده لما بيختار ويفرز عجبني النهاردة كمان من الحاجات المهمة جدا الموظف زي كتير ما كانش بيانوا عليهم اخوان وفاجأ بقى اخوان وده احنا كلنا شفنا الحكاية دي ده فيه ناس كانت ما كانش ربه دقونهم ما كانوش فيهم علاقة بالاخوان لكن جال اخوان كشف لك حاجات كتيرة هذا المسلسل فضحه وكشفه وعره هذه الجماعة واللي مع الجماعة واللي ساعتها واللي قايت هذه الجماعة وكمان اكد الدولة دي كانت راحة فين بس ربنا اللي كرم مصر في التوقيتات انه ربنا يحميها مرسي لما افرج عن انتو عارفين مرسي في المسلسل جات النهاردة بس ما جاش الرقم مرسي افرج عن خمسمية تمانية وتمانين ارهابي كام الرقم؟ بعفو رئاسي خمسمية تمانية وتمانين ارهابي ارهابي وتجر مخدرات وبتوع رشاوة وناس بتوع اداب وناس بتوع سرقات بالاكراه وناس كمان في تخريب وناس سلاح كل القضايا اتقدم له كشف في مكتب الارشاد مع المكاتب الادارية في المحافظات بتاعت الاخوان اللي عنده كم واحد يلا هنخرج دول بقول لحضرتك اغتيالات لرجال الشرطة افراج عنهم الجاسوس محمد مرسى العياط عشرات محكم عليهم بالاعدام مرسى طلعهم خرجوا من السجن ضمن الخمسمية وتمانية وتمانين خرج خال عياله اخو مراته كان متهم في قضية رشوة خرجوا اداله عفو مع الارهابي ابراهيم مونير مع الارهابي يوسف نادا مع الارهابي واجده غنيم كتير كتير يعني خمسمية وتمانية وتمانين خرجهم اه قدموله كشف امضي يا مرسى مضى مرسى منهم اسماء كتيرة يعني كتير عم حميد ابو عقرب ده كان اغتال لو الشيم في اسيوت في ابوتيك كان محكوم عليهم الاعدام مرسى افرج عنه ابو العيل عبد الربو ده اللي كان اشترك في اغتيال الكاتب فرق فود فودة افرج عنه محمد مرسى غالب همت ده من التنظيم الدولي يوسف ناد ابراهيم زياد شعبان هاريدي ده اللي كان اشترك كعقساته مسلح على بنك العياط واغتيال لرجال شرطة افرج عنه غريب الشحات حسن خليفة ده المحكوم كان عليهم باعدام في قضايا اغتيالات لرجال الشرطة واقتحامات لمراكز شو يعني افرج مرسى عن خمسمية وتمانية وتمانين ارهابي ومخدرات ايدي مرسى وهو بيمضى على الكشف الافراج عن خمسمية وتمانية وتمانين واحد الكلام ده كان في مايو كان في كان في يوليو كان في يوليو الفين واثناشر الافراجات دي انت متخيل يوليو الفين واثناشر كان محمد مرسى يقوم بالافراج تعالوا نشوفوا الجزء ده وهو يقوم بعملية الافراج عن عناصر التنظيمات الارهابية الجماعة الاسلامية مع بتوع القاعدة احمد سلامة مبروك شوق أحمد سلامة مبروك ده أحد قيادات الجماعة واحد من أخطر عناصر الجماعة اللي مصر تسلمته عن طريق سوريا في 2005-2006 في التوقيت ده تقريبا كان في أفغانستان من قيادات القاعدة أفرج عنه ضمن قيادات اللي أفرج عنها الجاسوس محمد مرسى إيسا العياد تعالوا نشوف اللي حصل النهاردة في عملية الفرجات ما هو بيفرج بس انت هتفضل ايه انت كمؤسسات وأجهز الدولة انت اللي كاشف الناس زي واللي عارفهم واللي هجيبهم تاني واللي جيبتهم تاني وما سبتهمش انت كأجهزة كمؤسسات وعزيقول لحدك طبعا لما بتشوف النهاردة كمان المخابرات العامة هو مرسى الكشوف دي بتتعمل ازاي الامر الوطني الكشوف دي بواحد اثنين اربعة مخابرات الحربية التنسيق ما بين التلات أجهزة في وضح لكم ما هو ده نجاح الدولة من نجاح مؤسسات ده احمد عبد العاطي احمد عبد العاطي ده وانا قلتلكم بارح على قصة احمد عبد العاطي النهاردة المسلسل كان بيأكد عليها اللي هو رجل خارة الشاطر حلقة الوصمة بين الرئاسة ومكتب الارشاد لانه دي كلها معلومات عارفينها وبالتالي انا قلتها كنت بكلم عليها مبارح موجودة النهاردة في هذا المسلسل بمنتهى يعني بمنتهى الدقة الدورة احمد عبد العاطي ايه احمد عبد العاطي ده اللي كان بيحرك مرسي ما كانش بيعمل حاجة من غير احمد عبد العاطي يسأل احمد يا دكتور نعمل ايه فالدكتور يقول له اعمل كذا امضي يبصى مرسي مرسي كان يبصم فقط لا يغير كانش بيعمل حاجة تانية الا انه يبصم على اي ورقة دخلاله دخل احمد عبد العاطي النهار متجاي بخارط الشاطر مكتب الارشاد بحاجات معينة بورق معين نعمل الكلام ده ولكن مرسي كمان لما هشام انديل فاكرين هشام انديل واللي بيمثل دور هشام انديل انا ما شفت تخضريت هما جابوا هشام انديل جابوا هشام انديل في المسلسل يمثل دوره فهشام انديل لان الاجتماع ده كان من الاجتماعات الشهيرة جدا وقتها كان يعني طلع منه معلومات واحد الضباط المحترمين هشام انديل عمل الاجتماع عشان يعملوا يقدموا رشوة فعايزين ناخد الدخلية في حضننا وعايزين ناخن الدخلية واندخن عناصر كتير في الدخلية والدخلية تبقى دي بتاعتنا فرا عمل هشام انديل اجتماع مع عدد كبير من الضباط زي ما احنا منشوف كده وبحضور قال له احمد جمال الدين كان وزير دخلية فقال لهم احنا هنديكم فلوس كتير هنديكم فلوس كتير يا جماعة فيعني هنعمل لكم مرتبات مغرية يا جماعة اللي هو ايه عايزين نسيطر على الامن الوطني ويبقى الامن الوطني للجهاز بتاعنا يعني في الاخر بيقول له مفيش باع خلاص يعني اتفضل امشي الضباط بيقوله لك بتأخن الدولة هو دا الرأي كل مصر كده بس يطلع كمان ضابط ضكر يقف قدام رئيس وزراء بتاع الاخوان بتاع محمد مرسي قل له بتأخنه الدولة بتعينه كذا وبتعينه هو دا هو دا حق ربنا عايز اقول لحضراتكم تبقوا متأكدين من اللي انا بقوله دا مفيش كلمة اتقالت ما حصلتش يعني المشهد اللي قدامكم دا حصل المشهد اللي قدامكم دا حصل حصل عالطبيعة حصل عالحقيقة وهشام عنديل الموجود حيرزق يكتب تويته هشام يقول ما حصلش ما يقدرش مشهد دا حقيق وحصل في حضور شام عنديل لم وقف الضابط الامن الوطني وقال له ان دوت بتأخونه بتعملوا 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 وزير داخلية الارود يقول له فيش غير اكتر من اللي تقال دا يعني ايه الناس جابت اخرها ولكن عندك رجالة تبقى عارف في كل مكان كانوا بيقولوا اللي الناس بتقولوا رغم ايه تاني بقول رغم دي اجهزة يا جماعة بس الاجهزة دي شايفة مصلحة مصر كانت راحة فيه ودول بيشتغلوا المصر والناس بيتشغلش الا لصالح الوطن مؤسسات الدولة فقط شغل لصالح مصر يشتغلوش لصالح حد الا المصر فاصل وانعود لحضراتكم يا السلام عجبني الكلام انا عجبني اه شغل عالي هي كده ولازم تبقى كده ومنخلص ونجيب من الآخر ايه احنا ايه طبعا فيه حاجات كتيرة جدا 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 ولكن فاصل والاخوانة او التمكين في كل مؤسسات البلد عارفين ضباط البحرية قوات البحرية كانوا عايزين يحيلوهم للتقاعد ويجيبوا مكانهم كوادر من جماعة الاخوان انت متخيل بتعمل حاجة جنونية ضباط البحرية اللي عندك وكانوا عايزين نقشو ده في اجتماع لهاية السلامة وطلع احد القيادات من البحرية ام بمسشرة كان مسشار اخواني مسشار ووزير النقل الاخواني كان هو اللي بيرتب هذا الكلام اموا بيه في هذا الاجتماع زي القومة اللي اموا بيه هشان ما عنديه محدش كان ابدا بيسكت مرسي طلب من وزير الداخلية والله المرسي ده كان عنده حاجة عجيبة جدا جي معرشت ازاي كان بيفكر كده انه كلية الشرطة بلاش اربع سنين ما نعمل خمس شهور ولا ست شهور ولا شهرين ولا ما نعملش مستعجلين مستعجلين على الاخوانة مستعجلين على احلال مستعجلين على ميليشيات بتاعتهم تدخل فده الاجتماع مرسي بيتكلم مع وزير الداخلية الحقنا دلوقتي هنعمل ايه عايزين نزود عايزين كلية شرطة تبقى ست شهور ست شهور وانت داخل حرب داخل حرب ست شهور هتدربوا في ايه ولا في ايه ولا في ايه عايز اي اي خريجه خلاص اه هو بس مهم الاخوان يدخلوا وهو ده اللي كان الترتيب وهيجبه الناس من شريع وقانون وناس مش عارف منين كليات الحقوق يعني الحق بسرعة ثلاثة اربع خمس سلاف زي ما كانوا عاملوا في القضاء كده احالة الناس في القضاء حد سن الستين ماشي والباقي كله يمشي وإحلال سريع 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 الخطة اللي كانوا عاملينها بتاعت جماعة الاخوان الارهابية ولكن ماذا حدث تعالوا نسمع زي ما بقول كده الرجال عندما الرجال في كل مكان في كل موقعه من اول قوات مسلحة والتجاي والداخلية مخابرات حربية امن وطني كله بيتصدى وكله بيواجه محدش كان ساكت كله واجه فضلوا نطق مرسي نطق وزير داخلية قالوا مش هقبل اي وزير تاني بس انا مش هعمل الحكاية دي مش هعمل ده ماذا فعل محمد مرسي كان عايز يعمل ايه ده راجل دماغه والله دماغه ساحت بتكلم بجد ضي راحت منه قولك امن مركزي حرس جمهوري ده تدريب وده تدريب وده شغل وده ليه شغل وده ليه شغل هي يعني اي حاجة وخلاص اعمل ازمة ضم هنا وضم هنا كسر هنا اعمل تفتيت هنا وتفتيت هنا ايه الامن المركزي له له مهم خاصة والحرس جمهور له مهم تماما مختلفة تماما ايه اللي جاب ده جنبي ده ايه اللي جاب مش عارف ايه جنبي ايه لكن بقولك ضايع مرسي كان كان ضايع زي كل الاخوان بس شوفوا رد وزير داخلية قالوا انا عندي رأيي احنا ناس بنتكلم بناخد قرار ما بنرجعش فيه حتى لو كان مين كان مرسى عايز يعمل ايه فاكرين ضباط الملتحين كان حوالي 2000-3000 واحد ما بين ضباطه وامناء وغيرهم اوريكو بس لما كانوا بيعملوا مظاهرات دول ودول ودول الناس اللي خططوا الاغتيال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مش فاكرين لما عرضنالكو قصة بتاعتهم الحقيقية والخطة ومحاولة الاغتيال وعرضنالكو السيناريو بالكامل مجموعات كانوا من دول كانوا من دول اللي هم ملتحين قدام حضراتك اهو مدول كلهم يا عناصر اخوانية يا عناصر تكفرية يعني اللي واقف ده ده ممكن يعني يتولى تأمين حد تبقى يقامن عليه تبقى انت مطمئن كده وهو بيقامن او واقف او تبقى يقامن بصوت يعني لا يمكن فقال له لا دول الزباط الملتحين جزء من الزباط الملتحين اهو قادي الزباط الملتحين اللي هو كانوا عايزين يضمروا بهم وزارة الداخلية خرابوا وزارة الداخلية يعملوا فتنة داخل وزارة الداخلية فتنة داخل وزارة الداخلية وكان مرسي عايز ده ولكن تم رفض وتم الانتهى من هذه الازمة تماما ولا واحد فيش حاجة اسمها كده دي مؤسسات دولة يا جماعة دي مش مؤسسات تابعة لحد دي بتاعت الدولة بتاعت الشعب المصري الاختيار الاختيار القرار هو ده خلاصة ولسه بقول لحضراتكم هم كل يوم هيصحوا يناموا ويصحوا ده عاملين سكريبت كده كلهم 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 قبل ما اطلع فاصل اخير قبل ما اطلع فاصل اخير هوريكم السكريبت اللي بتوزع عليهم محمد مرسي ده احنا ساكنين جنبه وبيته ومش عارف بعده 150 كلهم 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 وبنشوف الراجل بص السكريبت اللي متوزع عليهم كنت ساكن جنبه ادي واحد اللي بعده كلهم كلهم زي بعض وادي واحد تاني كنت ساكن جنبه وبيروح مش عارف يصلي لوحده وقبل الادان والناس كتير بتعطله والناس بتحبه يعني بتسلمه عليه يا سلام وما بفوش حراسة معه ما عندوش حراسة ومي غير حراس كلهم ساكنين جنب محمد مرسي كل الاخوان اللي بتوقها ده محمد مرسي اللي بيقولك ما عندوش حراس بيروح للجامع معهوش حراسة خالص معه تلاتين واحد بس بيصلي وصل تلاتين واحد من الحراسة الاخوان بيتكلمه طبعا هم مش عارفين يعملوا ايه اسكريبت الكتب بيتوزع في نفس اللحظة ينزل كله على صفعات بتاعتهم كله وتشوف محمد مرسي بيقولك بينزل لوحده يا حرام لوحده ابنه بس وهو لوحده وحوالين محمد مرسي تلاتين واحد مش عارف حتى يصلي من الحراسة اللي حواليه شايف الحراسة ما عندوش ولا حراس كاذبون كاذبون دائما هم الاخوان كده فاصل اخير وانا انتظر حلقة الغد ان شاء الله من الاختيار الجزء التالت وكل يوم الجديد والمسير ولأول مرة الاختيار السنة دي عامل شياط في كل بيت اخواني جوه او برا بشكر حكا شكرا جزيلا شفكم بكرا ان شاء الله سباعة الالف خير شكرا جزيلا